زي معتز مطر انت اللي فتحتني وقلت لي انت قلت عبارة بن خسين نطفة محرمة في راح المبو قلت لك ده انا قلتها في معتز مطر لانه هاجم الجيش وقال الجيش ده بتسلح ليه عشان يحمي والدتك او امك بنفس اللفظ ده اللي بيطلع ده يقول شعر ويقولك الله غالب ده بيبقى كان في الشهر هو معلومة اخر معلوماتي 18000 يورو بس معتز انا ما تعودش هاجم واحد مواقف صعبة ولكن انا عايز اوجه رسالة ينفع وجه رسالة المعتز اه اوجله رسالة ده ده قدامك او بصوله وكلمه معتز انت انتقلت كده من اسطنبول لبريطانيا وانت عارف زي ما انا عارف ان الانتقال ده بيكون عبر الاجهزة يعني فتحت لك الباب المخابرات البريطانية لما انت قعدت سنتين تهاجم نظام المصري كان على قلبها زي العسل ما جاتش جنبك اول يا معتز ما خرجت عن الخط انت فاكر بقى ان انت يعني الجامد هتخش تدعم عماس هيسبوك واقفوك وسحبوا الاقامة وانا عارف مين اللي كلمهم من قيادات التنظيم الدولي وبيتوسطولك عشان تعمل طعن وبتاع بس ما تطلعش اهوا ما فكرتش نفسك خلاص احنا متفقين يا معتز انها مش حريت رأيي خلاص ولا كان زمانك على قناة الشعوب اش معنى كان الهجوم على النظام المصري على قلب المخابرات البريطانية زي العسل ولما جيت تدعم المقامة الفلسطينية يقولك ستوب بقف لو جاوبتوا على السؤال ده يا معتز هتطلب الرجوع لمصر واضحة بقيت واضحة يا استاذ نشأت سنتين بيهاجم النظام من بريطانيا من بريطانيا مخابرات البريطانية على البهزة على العسل اول ما انا عارف طبعا التفاصيل اول ما ها غير الخط جابوهم يا سيدي البخابرات البريطانية وممنوع تبدو حتى فرحتكو بانتصارات حماس معتز بقى فاكرها يا الله غالب حاب يجود لان هو معتز يعني هو معتز منهجه الاعلامي بكل اسف هو عنده منهج اعلامي اه خده من فيلم الكيف لازم ندوش على الدوش عشان ما تزودناش معتز وفريو يصحى الصبح الناس بتزود في ايه اعلي عليهم عشان اعمل مشاهدات يعني معتز شوف ايه الموجة راحة فين الناس بتعرف ايه فاجي اعلي اعلي الناس بتعلي عليه عالسوشيا الرغم ان انا مؤمن ان الاعلامي قائد رأي يعني مش المفروض يوغن قائد رأي مش المفروض مهنيا يعني الاعلامي اعلامي والصحفي صحفي والراجل قائد الرأي قادة الرأي والفكر والاحزاب دا حاجة تانية مش من قوات الرأي يعني ماشي يعني دا موضوع حضاك ما بتخدش رأي حضاك لما قلت التعبير الايفر جرين دا نطفة محرمة في راحة موبوء هو دا اللي انت فاكره ابداع يا بي بصة بتاع مصرح دا ابداع يعني فاهم انت يعني فكرتني في دكتور فوز فاهمي غريب انا عن هذه الارض التي اتولى حكمها شفت الجملة بتركب ازاي دا دكتور فوز فاهمي نطفة جميلة يعني ما انت بتخد رأي توجه رأي فانت هالعمرك بتاخد من الشارع وتدوش الدوش عشان ما تدوشناش دا بالزبط منهج دا معتز اه رسمي رسمي دا معتز مين بعدها شباب ايه محمد ناصر محمد ناصر عمل فيديو من ايام الحقيقة محمد ناصر فنان ومثقف وموهوب موهوب جدا موهوب فيه موهوب يا رسول ناصر فيه فيه عمل ايه يعني قولي اصلا بكلمه لكاتي بالسيناريو العظيم المثقف الذي كان عمل ما يشايف له عمل يا اخي الناس دي كلها اصلا بيطلعوا بره يتحكوا عليهم ما فيش انا عايز السيفي بتاعه عايز المحصول بتاعه عايز الانتاج بتاعه قولوا لي عمل مصعيد ايه اقول رأيي بصراحة اقول مش شرط ان هو مثلا ما كانش عنده لان ظروف الانتاج ما غادش فرصة يعني بس انت شايف انه موهوب بس موهوب جدا موهوب جدا محمد مصر ومساق تم اهم عليش انا اسف يعني والله انا بكلم اسمعني بس انا دايما بكلم اقول لك الكاتب الكبير يعني من فيه كاتب الكبير كاتب صغير يقول لك الإعلام الكبير يعمل فيه كبير وصغير يقول لك كتب ياولا كتب ايه كتب مش نظرة وابتسامة مش كلمة والسلامة دي عاجات وكتب هنا فيلم ميسترية وقيد كتب حاجات تانية بس محمد خير يعني قالولك رأيي برضو مندهش من واحد زيك مصراحي واحد زيه مثقف أو كاتب محمد ناصر كاريزما ورد فعل هو إن كانت زلاته على الهوى كاريسية يعني زلاته فلتنته على الهوى كاريسية لا ده المرء مخبوط تحت لسانه مش زلات صح المرء مخبوط تحت لسانه اللي جوه القلب بيطلع وما تخفي صدرهم أكبر ما هو أنا عايز أقول لحضرتك زعلان ليه مش زعلان أنا عايز أقول يا جماعة إن السياسة بس هو طلعت برق منك بعد الهوى شرح أخشد خلي بالك يعني هو تقفر أنا مش رأيه فيه اللي هيقود رأيي فيه يعني حتى لو شتم فيه أنا حاول أنصفه محمد ناصر في بداية طفان الأقصى عمل فيديو وقال فيه يا جماعة أنا أهو وده مش دكاء صناعي أنا بدعم الرئيس عفتاح السيسي أنا وفريل برنامج عرفت إنه هو يعني تاني حلقة بيعتذر عنها بدأت السوشيال بتاعته ترفع السقف تاني يعني هتشمت فيه نحسام الغمري ومش هتشمت فيه بص يا أستاذ نشأت القاعدة بتقولك الآتي اللي يمارس ضدك الإرهاب الفكري حتى لو بتعليقات موسيقى على السوشيال ميديا إذا تمكن منك هيمارس ضدك العنف الجسدي اللي بيمارس ضدك العنف اللفظي على السوشيال ميديا اللي بيجتمعك على السوشيال ميديا ما أنت شفتوا اللي خلا بيختلف مع بعض بيتكرموا على أعراض بعض بيقطعوا بعض شفت محمود حسين وبرهم إنه رأي عملوا بعض إيه أتمامي إنت مين فيهم كنت بتميل إليه أو إنت كنت فيهت مين ولا حد ده بالمناسبة أنا قاعد بيسموك إنت مؤلف الجبهتين ولا اللجنتين موحد اللجنتين أيوة أيوة تقال لي نحكي لحضرات أيوة تقال لي أن أنا موحد اللجنتين لأن اللجنتين بضعوا يشتموني يعني حصل خلاف بين الدكتور إبراهيم مونير والدكتور محمود حسين الدكتور إبراهيم مونير عنده لجان بتشتم في جبهة الدكتور محمود حسين الدكتور محمود حسين عنده لجان بتشتم في جبهة الدكتور إبراهيم مونير اتفقوا على شتمتك آه فوحدت اللجنتين اللي شتمت بصراح فبقى بي مينة موحد القطرين وحصل موحد اللجنتين